رقم 0000 الرقم ده بتشوفه في حياتك كتير قابلته كتير محطوط مثلا على لوحة عربية أو على أعلان أو انت شفته في الساعة أو شفته في أي حاجة لو شفته تعالى أقولك إيه علاقته بدوأم الشعلة ومعناه إيه بالضبط لو لاحظت الرقم ده 0000 وبتسأل معناه إيه طرح بالنسبة لعلاقتك بدوأم الشعلة طبعا معروف جدا أن أرقام الملائكة بيكون لها رسائل خاصة والرقم 0000 لأهمية مخصوصة ومعينة جدا بالنسبة لل بيعيشوا في علاقة توقم الشعلة النهاردة الفيديو هيتكلم عن معنى رقم الملائك 0000 وإيه معناه لعلاقة توقم الشعلة وإزاي ممكن يؤثر على رحلتهم مع بعض حنتكلم النهاردة عن الرقم ده بالنسبة لأنه هو محفز للصحوة الروحية في اتصال توقم الشعلة محفز قوي كمان وكمان بيدول على توافق الروحي لما تشوف رقم 0000 بتحس باتصال عميق جدا وعميق بين توقم الشعلة غالبا التسلسل الرقمي ده بيبقى محفز للصحوة الروحية وده طبعا بيؤدي لزيادة الوعي بالأهمية الروحية للعلاقات في حياتك وجود الرقم ده ممكن انه هو يشير للحظة محورية جدا في رحلتك اللي انت بتبقى فيها علشان تكتشف ذاتك وكمان تفهم اعماق اتصال روحك بكائن تاني هو عامل زي حاجة بتفكرك بان اتحادك بيتجاوز العالم المادي وكمان بيتعمق في عوالم الانسجام والنمو الروحي حاول ان انت تستفيد من الطاقة القوية ده وان انت تقدر ان انت تستخدمها لان هي هتوجهك لفهم اعماق للغرض ورا اتصال توأم الشعل الرقم ده في تزامن واتحاد لانه استكشاف مفهوم التزامن والاتحاد في سياق الرقم الملايك رقم 0000 بيكشف عن رؤى عميقة جدا في الترابط ما بين الطاقات الروحية بتاع التوأم الشعلة لما بتشوف الرقم ده بشكل متكرر 0000 ده بيدل على رسالة قوية جدا من الكون حوالين التوجيه الروحي وكمان ان الروحين بيكونوا متوأمين مع بعض في رحلة توقم الشعلة الرقم ده رسلته بتقولك ان انت وتوقم شعلتك ماشيين على طريق النمو الروحي والتوافق مع بعض وفي تناغم ما بينكم كمان مع طاقتكم انتم الاتنين وبتتحركوا نحو الاتحاد بطريقة متوازنة جدا خليك واثق في التوقيت الالهي توقيتات ربنا دايما هي بتجي في الوقت الصح ولازم ان احنا نصبر لحد ما تيجي النمو والانسجام مع رقم 0000 الرقم ده بيقولك ان انت حاول ان انت تستغل تنمية روحك والانسجام في رحلتك مع توقم شعلتك لان الرقم ده بيشير لفترة من التطور الشخصي الكبير جدا واليقز الروحية وكمان بيشجعك على انك تركز على ذاتك الداخلية وانك تعمل على ان انت تبقى افضل نسخة لك من نفسك وده لصالح طبعا علاقتك مع توقامك توقام الشعلة وكمان ممكن كمان اقولك ان ازاي ممكن التطور الشخصي اللي هيحصل في شخصيتك اللي انت هتشتغل عليه واليقز الروحية ده ازاي هتساعدك للنمو والانسجام في رحلتك ايه هي جوانب النمو والانسجام التأمل الذاتي ان انت هتقدر تقيم افكارك وافعالك وده هيعزز الوعي الذاتي عندك التواصل ان انت يبقى عندك حوارات مفتوحة وشفافة جدا وصدقة جدا مع توقامك وده هيعزز العلاقة مع توقام الشعلة المغفرة والسماح ان انت تتخلى عن كل المظالم اللي فاتت في حياتك وان انت تقدر ان انت تتخلى عنها وما تحطهش في الماغك وده هيعزز الشفا والفهم الثقة والتواصل في رقم 0000 تعزيز الثقة والحفاظ على خطوط التواصل ما بينك وما بين توقامك المفتوحة هي عناصر مهمة جدا جدا في ان انت تقدر تتنقل في الرحلة رحلة توقام الشعلة المرتبطة بالملائك رقم 0000 وده بتطلب انك تبني ثقة مع توقام شعلتك زي ما قلنا يبقى فيه ما بينك صدق وشفافية واستعداد للتضحية وتشارك افكارك ومخاوفك واحلامك بصراحة علشان تقدر تعمق علاقتك التواصل المفتوح ما بينك وما بين توقامك ده هيكون مفتاح علشان ان انت وهو تفهمه وجهات نظر بعض وهيحل كل المشاكل ما بينك بطريقة سلمية جدا وبسيطة جدا حاول ان انت تتقبل مشاعرك مع انك توازن ما بينها وما بين العقل علشان تخلق علاقة ما بينهم تكون صحية اسمح لنفسك بان انت تكون ضعيف مع توقام شعلتك لان انت عايزة جدا لان ده بيعبر عن ذاتك الحقيقية من غير اي تحفظ من غير اي يعني من غير اي استنوع في احاسيتك احتضان الحب مع رقم 0000 كمان الرقم ده بيجسد بشكل كامل الحب العناق العميق للحب لانه بيعمل الاتصال العميق بالحب كمحفز لصحوتك الروحية وكمان بيرشدك لانك تفهم بعمق زيتك انت الحقيقية وهدفك لما بتحتضن الحب لما بتجذب ليك لما بتقدر ان انت تستخدمه صح ده بيعزز اتصالك الروحي بتوقامك لانه هيخلق ربطة متنغمة وبتتجاوز القيود الجسدية اسمح لطاقة الحب انها تدخل جواك وده هينور الطريق ليك هتقدر ان انت توصل للنمو الروحي والتنوير احتضان الحب ده مش بيغزي روحك بس لأ ده كمان بيعمق الارتباط اللي انت بتشاركه مع توقامك وبيعزز الاتحاد ما بينكو على الحب والتفاهم فلازم ان انت تفهم ان الرقم ده باختصار شديد يعني بيبص على ثلاث حاجات او بيقولك على ثلاث رسائل الصحوة الروحية اتصال الروح والحب انك تقدر ان انت تستخدم الثلاث حاجات دول وتفكر فيهم بعقل هتلاقي الربط اكتر وعلاقتك عمقت اكتر مع توقامك في نهاية حاب اقولكو ان انك تشوف الرقم الملاك 0000 دي حاجة بتفكرك بطريقة كبيرة جدا بالربطة العميقة اللي انت فيها مع توقام الشعالة وكمان بيشجع على ان انت تبني التزامن والوحدة اللي بيوفرها الاتصال الفريد جدا من نوعه وده طبعا بيصلط الضوء على اهمية النمو داخل العلاقة دي انك تدي الاولوية الاستقا والتواصل حاجة ضرورية جدا عشان تقدر تنمي الحب ده والرقم ده بيحمل رسالة مهمة جدا عن الحب والاتحاد وكمان بيحسنا على التأمل في قوة وجمال علاقتنا بتوقام الشعالة يارب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتم منها اشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية ان شاء الله مع السلامة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة